هذه حبيت أعطي يعني إشارة لطريقة الزواج وخاصة إذا ما كان قال حق الزوجة أنه هو بيتزوج عليها فتتفاجأ أنه هو تزوج عليها فهذه تعدد الزوجات يعني مع الأسف الحين كاثر في الكويت يعني مع الأسف؟ ايه كثر وايد ليش تتأسفين عليه علماً بأنه شرعاً يعني ما يمنع أنا ماني ضد الشرع وفي ناس تحث على تعدد الزوجات هذولة اللي يبوني المتعة اسمح لي أما الشرع حدد إذا كانت المرأة لا تنجب إذا كانت المرأة مريضة ولا تستطيع تحمل الحياة الزوجية أما ما قال الفاضي والمليان روحوا تزوجه وكل معجبته وحده أو يطلق ويتزوج ترجمة نانسي قنقر